بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع المواصفات والرئيسية بتاعت الروبوت فهنقسمها ان شاء الله الى الاجيال المختلفة بتاعت الروبوت إذا نعرف نقسمه من حيث الاجيال وهنعمله برضو تقسيم من حيث اللي بيقدر يقوم بها الروبوت تعالى كده نشوف الاجيال ايه المعنى الكلام ذه احنا بنقول ان هناك تناسبة طردية ما بين التطور في الكمبيوتر والتطور في الروبوت بمعنى ان انا عشان اعمل الروبوت انا في عندي كذا طريقة بعمل بيها الروبوت فتعالى نشوف مثلا عايزة اعمل ايه حاجة بسيطة كده continuous welding خط الحام كده فانا مطلوب مني ان انا every single point على هذا الخط بتاع اللحام اني انا احفظها في الميموري عندي طب دي it needs huge memory فعشان كده بنقول لما حصل التطور الكبير في الكمبيوتر ده مكننا من ان احنا نتطور في الروبوت روبوت اوكي ايه بيقول ايه on other hand يبقى كده ايه ده الجزء الاول تعال بيقول ايه on other hand the mechanical design of robot has remained largely unchanged over the years it is convenient to think of robot development in terms of generation as followed الميكانيكل يعني الكنترولر والكلام ده قدرنا ان احنا نطور فيه بطريقة كبيرة اما الميكانيكل فعلي يعني ما حصلش التطور فيه اللي هو it's enough what we have بس بنتطور في الفكر لو الكنترولر بيتطور معناه انه بيتطور لي الطريقة اللي انا استطيع استعمل بيها يعني ازي الهند بتاعتك انت ممكن تسعملها في آلاف الامور طب والآلاف الامور دي بتيجي من ايه من الكنترولر من البرين البرين بيتسللك اشارة ان انت ايه وهي اليد زي ما هي فنفس الكلام نحن بنقول ان عندي الجزء اللي هو بتاع الميكانيكل سيستم التطور مش رهيب قوي فيه لكن هو enough ان احنا بننفذ بكل الموشنز اللي احنا بنحتاجها فبنيجي نشوف بقى التقسيم حسب الجنوريشن we have got three generations generation first generation اللي هو بيقولي these were the early robots with neither sensor nor brain يعني ما كانتش بتتمتع بانه عندها السنسور اللي تؤهيل هنه تعمل يعني manipulation عالي in effect بتالي لنوصص ونوبرين in effect the leaked sensor interface that would enable them to interact with the environment so receiving information from their surrounding ده كان النوع الاول احنا بنتكلم انه ما كانش عنده سنسور بمعنى ان انا النهاردة الانواع اللي موجودة من الروبوت انا بكلمك دلوقتي قدامي السكرين فانا بقول عايزة انتقل من النقطة امام السكرين النقطة بي اللي هي behind the screen السنسور اللي موجودة اللي متاح كان زمان ما كانش فيه الموضوع ده فكان دايبا وبستاكل السكرين اللي قدامي دي وبستاكل لا يستطيع الروبوت انه هو يفهم ان فيه وبستاكل دي ويعدي منها الان انا لا ده السنسور بقيت تمكنه انه هو يفهم انه عشان نروح from point A to point B even if I have obstacle between them I can maneuver this I can go around this point من غير ما اعمل اي يعني تكون عندي اي الاوبستاكل دي سبب لي اي مشكل ده الفرست جنوريشن تعالا نسوف الفرست جنوريشن فبيوريني قدامي ده بيقول اي the first industrial robot was online in a general motors automobile factory automobile factory in New Jersey it was called uni mat it was used to pick up and put down يسموه pick and place parts هذا هو اي من اقدم الانواع المستخدمة وانتشاف اسمه اي uni mat دي كانت صورة لالفرست جنوريشن وسنة الف تسعمية واحد وستين ناينتين سكستيوان الساكند جنوريشن هو اللي موجود حالين اللي احنا الان شوف هو ادي ايه ده نوع من الانواع اللي بناكتلم الانه الميليتسيري روبوت بيزود بالسنسور وبيزود بكاميرا بيخليه يستطيع انه هو يتعامل مع اي اللغم بدون على فكرة مش معنى انه هو يتعامل مع اللغم انه هو يتفكر في اللغم لا ده هو يتعامل مع اللغم ويستطيع كما انه هو بيبقى مزود في بعض الاحيان بشي حدد لي مكان اللغم مزود بالمعدات اللي هي تمكنه من انه هو يتعامل مع هذا اللغم ويفكره تعالي نشوف الساكند جنوريشن بيقوله these are the robots that are currently available from the robot manufacturers and found in manufacturing industry these robots are provided with a fairly level of computing power نحن سعيلينا الموضوع ده ان كلما تطور الكمبيوتر كلما تطور robots allowing them computing power allowing them to process any data received and respond to change taking place in the environment as determined by sensing system يبقى كل الداتة اللي بتوصل للsensing system بيستطيع انه يترجمها ودي زي ما احنا شايفين قدامنا ادي النوع ده من الروبوت اللي هو military robots وده كان في الـ US Army first class مش عارف جونسون ايه وده طبعا شرح للنوع الاولاني اللي هو ايه من الروبوت طيب الـ second generation of robots تعال نشوف third generation third generation بيقولك these are generation currently under research not yet readily available to industry they are characterized by their ability to think الـ ability to think بمعنى الكلام الى الرابعة واللي قاوت فيها مجموعة من الاوبستاكل اللي موجودة قدامك فباقول اننا هنا في هذه الحالة ان هنا الروبوت they will be able to make a decision هو ياخد القرارات القرارات ازاي decisions ده ياخدها ازاي انه هو يستطيع انه هو يتحرك في السل يعمل السل القدام ويكلها ويشوف هيتحرك ازاي من دون انه يعمل اي exclusion اللي هو تصادم ما بين الروبوت وما بين اي component موجودة في السل execute tasks and interpret information via sensors and other means ده اللي هو النوع التال كده نكون وصلنا هذا المقطع نراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله